في هذا الفيديو راح أقول لك عن أغرب طرق للموت في التاريخ في إحدى الحقول المصرية أو الغيطان خلينا نقول كان في فلاحة مصرية أصيلة بتقوم بشغلها اليومي بتزرع وبتقلع وما شل عليها فجأة حزت بالحر فجامت بدها تشرب مسكت الأولة زي ما بقوله وحبت تشرب منها الماء بعد ما شربت شوي لاحظت أنه جوه الماء في بعض النمل فركضت على البيت زي المجنونة قالت لك هس النمل بيسممني أو بكتلني أنا عندي في البيت في مبيد حشري فشربت مبيد حشر عشان تكتل النمل اللي في بعدتها وتشنجت نقلوها على المستشفى أول ما وصلت المستشفى توفت رحمة الله عليها في مدينة أونينكتون بولاية من سلفينيا الأمريكية كان في عامل اسمه روبرت هيرشي كان يشتغل فيه مصنع للشوكولاتة وطبعا المصانع هاي بتكون القدور كبيرة جدا بيعبوها بالشوكولاتة والحليب والزبدة وغيره وبصنعوا منها عشرات الألاف من العلب من هذا القدر الضخم فالزلمة بكل بساطة اتزحلق وقع بالغلط جوه هذا القدر وطبعا انخنق وما عارفوا ينقضوه والله موت زاكي بصراحة في العاصمة البولندية وارسو كان فيه مشكلة بين واحدة وبين زوجها زوجها كان كرهانها وقالها انا بدي انفصل عنك بديش اشوف وجهك بعد اليوم فزعلت كثير من الخبر لدرجة انه اول ما طلع من البيت رمت نفسها من الشباك المشكلة انها كانت تسكن في الدور العاشر والزلمة كانت في هاي اللحظة بالذات طالع من باب العمارة الرئيسي فوجعت فوقي من فوق عشر طوابق ونجت وماتهو مواطن امريكي من ولاية تيكساس اسمه هنري زيغلاند اصابته رصاصة بعد اطلاقها بعشرين سنة نعم زي ما بقولك هذا الرجل قبل عشرين سنة من وفاته كان مختلف مع اخه خطيبته او اخه عشيقته فاخه البنت اطلق عليه رصاصة الرصاصة غالطت الرجل واستقرت فيه شجرة كان واقف جنبها بالضبط وما اجت فيه بعد عشرين سنة حاول هنري نفسه انه ينصف الشجرة عشان يبني مكانها اشي فمع انفجار القنبلة تحركت الرصاصة من مكانها واستقرت فورا في رأسه واردته قتيلا شفت الحظ في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية كان فيه اربع مشعوذات قاعدين بجهزوا خلطة سرية عشان يعملوا سحر لاحد الناس المهم انه الخلطة السحرية مع مادة الامونيا صار بينهم تفاعل وادت الى انتاج غاز كثيف جدا وسام جدا وماتوا الاربعة على الفور احد المواطنين في كندا كان عمره 57 سنة وهو ماشي بالشارع ووجعت منه المحفظة كلم الشرطة قالولو بنكلم جماعة الصرف الصحي عشر دقايق ونكون عندك هذا الرجل ما صبر لما ييجو فنزل بنفسه في انبوبة الصرف الصحي وطبعا غرج ويا حبيب على هالموته سنة 1998 مات صبي عمره 16 سنة تخيل كيف مات علبة موزيل عرق هذا الشاب رش على نفسه بعض من موزيل العرق لكنه ما كان عارف انه عنده ازمة او عنده تحسس من هذه المواد الكيموية تحديدا غاز البيوتان والبروبان اللي بدخل في تصنيع هذه الموزيلات وتوفى بسبب توقف التنفس وازمة قلبي سنة 1567 كان في مواطن نمساوي اسمه هانز شتاينينجر هذا الرجل كانت لحيته طويلة جدا كان طولها اكثر من متر واربعين سانتي هذا الرجل كانت لحيته طويلة لدرجة انه كان يلفها ويحطها في شنت ويمشيهو حاملها لكن ما نفعته لحيته بل كانت هي سبب وفاته كيف مات فجأة بيته انحرك فحاول انه يهرب وهو بيهرب اتعرقل في لحيته وبعديها زادت الحريقة لدرجة انه مش قادر يطلع من البيت ومات محروب عشان ما يدفع اكم دولار للحلاق في احدى مزارع انجلترا كان فيه سيدة اسمها بيت ستوبس عمرها 67 سنة هذا الحكي سنة 1999 ذهبت بسيارتها اللي هي من موديل اي تي في علشان توصل مزرعة زوجها اللي عنده اغنام كثير بدها تود الاكل لقطيع الاغنام مجرد ما وصلت كانوا الاغنام جائعين جدا لدرجة انهم قفزوا داخل السيارة وخلوها تميل وتقع في احد الاودياء اللي جنب المزرعة على طول طبعا السقوط نفسه ما قتلها لكن هي لما وقعت كل السيارة انقلبت رأسا على عقب فانطحنت طحن تحتها لانه السيارة ثقيلة جدا 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 سنة 2005 في كوريا الجنوبية توفي احد الشباب وكان عمره 28 سنة فقط بسبب العاب الكمبيوتر معروف في كوريا واليابان ودول شرق اسيا انه هناك مدمنين على العاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن هذا الشاب بعد التحقيق تبين انه استمر يلعب على هذه الالعاب اكثر من 50 ساعة متواصل يعني يومين وساعتين وما اخذ فترات راحة الا قليل جدا 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 هومر كولير كانوا ساكنين في بيت وكانوا اثنين بحبوا يجيبوا اي اشي بلقوه في الشارع وحطوه في البيت كان عندهم جنون الاكتناز هذا اللي بحكي لك عنه لدرجة انه اتعب البيت بهذه القادرات الى ان وصلت الى الصقف هاي الاشياء كلها وصل وزنها الى 180 طن خلال 11 سنة سنة 1940 توفى واحد فيهم لانه غرق بين هاي الخردة بدون ما يقدر حدا يوصل له وينجده منها الثاني كان اصلا صر له شهور مشلول وطريح الفراش ومعتمد على اخوه انه يطعمه ويشربه فبعد ما توفى اخوه الوحيد اللي كان نساعده بعدها اكم يوم مات الثاني لانه ما قدر يقوم ويجيب الاكل لحاله او يطلب المساعدة من حدا من اغرب الحالات وفاة عالم الرياضيات ابراهم ديموفر هذا العالم عمل معادلة رياضية لانه اكتشف انه كل يوم بنام اكثر من اليوم اللي قبله بربع ساعة فعمل معادلة عشان يعرف امتى رح ينام اليوم كله اكتشف انه يوم 27-11-1754 رح ينام على طول يعني 24 ساعة متواصل الغريب انه هذا التاريخ بالذات هو مات فيه مش نام الفيديو الجاي رح احكي لك عن قصص لأناس ماتوا من الضحك اكتب لي تحت بالتعليقات شو اكثر قصة عجبتك او اضحكتك واكتب لي لو في قصة لحالة وفاة غريبة انا ما ذكرتها في هذا الفيديو ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة